اه معاعدكم مع الحلقة الاخيرة والحلقة الستين من مسلسل طاقة حب تبدأ الحلقة بان كان في عزومة كبيرة في بيت صابر او بيت سميرة اه وتيجي نسمة وبتسلم عليها سميرة بتقول لها عاملة ايه بتقول لها اكل البيت مفيش احسن منه وانا نزلت السوق اتسوقت وجبت حاجات كتيرة جدا سميرة بتقول لها لازمته ايه بس ده كله ده اكل احسن قلت لها لا طبعا فيش احسن من اكل البيت وحاجة انت بتبقي ضمناها وانت اللي عاملها بنفسك قلت لها فين المطبخ دخلت معاها وقلت لها المطبخ على اليمين ودخلت سميرة ونسمة المطبخ قلت لها اه امشي انت بقى وسبين عشان افنن في المطبخ واعمل لكم احلى اكل النهاردة هتاكلوه في حياتكم قلت لها وانت طبيقك لايوا على عليه طبعا يا نسمة على كده السابر كان بيكلم اللماء وامير مش بيردوا عليه لانهم كانوا مسفرين اسكندرية وكان عايز يطمن عليهم سميرة بتقول له برضو هم مش بيردوا علي حاول معاهم تاني وانا هقوم اتصل بهم واسابر كان الان عليهم جدا عشان كان مستنيهم في الوزومة بعد كده الجارة سرن ونسمة راحت تفتح الباب طبعا لقيت سلطان جزهة قالت له اهلا بيك قال لها اهلا بيك انت انت عامل ايه قالت له يالله تعالى بقى على المطبخ على طول قال لها ستي ما تدخليش في الحاجات اللي احنا ملناش فيها يمكن الناس مش عايزين طبيق او اكل او حاجات زي كده هي تلوسكت انت بس تعالى معايا على المطبخ عشان تساعدني ونزبط الاكل اللي هماشي احدى شيف في العالم ودخل سلطان ونسمع المطبخ وقال لها انت تؤمري وانا انافز اللي انت تقولي عليه اقطع بصل او البتنجان او اعمل اي حاجة انت تقولي عليها بعد كده سميرة كانت بتتسل بحسن وبتقول له انت مش تتحنر معانا انت لسه بتتأخر عن المطار قال لها ايوة الاسف ان الصفقة لازم اروح الاردن بكرة عشان الراجل بعد ما كان مش يعمل الصفقة اغير بعد يومين اتصل بيها لازم تيجي بعد بكرة وتروح على طول اردن سلطان بيكلم نسمة بقول لها انت اللي انت عاوز اقولي عليه في المطبخ وانا اعمله دخلت عليهم سميرة وقال لها قالت له نسمة اقطع بتنجان قال لها فين الجوانتي قال لها شايف الرئاس مجوانتي مش جوانتي نسمة دي حكيت وسميرة دي حكيت بعد كده صابر دخل ورد علي امير قال له انت فين انتو قلق عليكم جدا قال له ربع ساعة ونكون عندكم ان شاء الله بعد كده صابر بيكلم سلطان وبيقول له انا بقى هصور ولعبك طولة وانتشوف مين اللي هيكسب سلطان قال له انا اعيز من ناس محترفين مش ناس لعبه كده اي كلام انا اعيز حس ان انا بلعب في النهائي قال له صابر انا بقى هصورك فيديو وصور الجيم ده وانشره على كل الناس عشان هلعبك بقى وافضحك واكسبك طبعا كانوا بيهزروا مع بعض وكان اليوم جميل جدا اللي بتجمع فيه كل العيلة جار سرا راحت سميرة تفتح وصل مروان ولاء وهي حامل طبعا دخلت المطبخ قلت له انت تغيرت خالص انت ولاء وبقيته لطاف جدا بقيته غير الاول خالص بعد كده ولاء دخلت على نسمة المطبخ ونسمة عادة تتحكي معها قلت لها الحمل غلط الكعب العلي غلط تساعديني في اي حاجة انت متعملش اي حاجة قلت لها ما عاليش انا مكنتش طائقاك في الاول بس دلوقتي بحبك قوي وهي برضو قلت لها انا بحبك قوي عشان انت طيبة وزي العسل وقعدوا يتكلموا مع بعض في المطبخ قلت لها لا انت متساعدنيش عشان الحمل انا خايف عليكي صابر وسلطان كان بيلعبوا طاولة وصابر قاعد يقول له حظك وان الزهر معاك ومروان جي يتفرج عليهم السلطان قال له لا الطاولة فن وحرفانة مش حظ واخيرا الامير جيه هو علماء وكانوا بيكلموا العملة ويقول لها اكلم لما بعد كده صابر بيكلم سلطان على موضوع النحاس والورشة وقال له اعمل الصفحة وانا معاك وهمولك ولو عجبني الموضوع احسيب الشغل بتاعي وافضلك بقى وقال له احنا عزي نعمل ورشة ونشغل فيها سبيون كتير عشان لو في ضغط شغل يبقى فيه الناس كتيرة تشتغل امير راني الجرس هو علماء ووصلوا اخيرا لبيت صابر بيه عشان احضروا العزومة العائلية السميرة فاتحت الباب قالت لهم اخيرا وصلتوا الحمدلله على السلامة لما كانت بتقول لامير طبعا ابطل كلام بقى في شغل وخلينا فيه لانهنا فيه لما دخلت سلمت على باباها وعلى سلطان وامير بس ابوه وحضنه وامه ومروان سلم عليه وباق الاحضان هذا امير وان طبعا سلم عليه كده عادي ان كانت لسه النفوس ما صفتش بينهم وصابر خد امير بالحضن وقعدوا كلهم مع بعض وبتكلموا بقى على الحمل على ولاء ولد ولا بنت انت عاوزي ولد ولا بنت طبعا ولاء ظهر عليها الحزن وامير هذه كلمها وفا نسمة بتقول ولاء زهلت ومشت حسيت بس بالالم عشان هي فقدت ولدها الصغير بعد الحمل ومروان قال استأذل انا بس عشان عندي شغل وهارجع تاني ويفضل قاعدين صابر وسلطان ونسمة وساميرا لغاية ما الاكل يجهز جي فؤاد ونادى قالت للجو برد قوي جدا قال لها ما ينفعش ان احنا ما كناش نيجي عشان ساميرا بتزعل وزعلها وحش قوي بعد كده بدأوا يحطوا الاكل ويحطوا الصفرة ويجهزوها كارس لان لما راحت تفتح طبعا جات سلمة وقعت لها انا كنت اعزل قوي لو ما جتيش قالت لها لأ انا لازم اجي قالت لها مين موجود قالت لها كله موجود بابا وماما سلطان ونسمة وكل الناس موجودة وبدأت العيلة تكتمل وبدأ بقى الغداء والاكل وكل واحد قال كلمة في الحب صابر قال الحب ان يبقى حواليك عيلة لما كلنا ناكل في طبع واحد واحنا مبسوطين العيلة هي السند لنا في المستقبل من غير ناس يحبوهم ومن غير ناس يحبوك يعني تبقى سندك وضهرك تبقى تبقى وحيد طول عمرك وسلطان قال عشان تعرف تحب يبقى لازم تكون عارف انك انت عاوزي ولازم ما تخافش لان الخوف والحب عمرهم ما يجتمع وسوا اه بعد كده انا ده بتقول اجمل حاجة في الحب طبعا ده كلام صابر في الاول ان الحب ان يبقى حواليك عيلة ولما وكلنا ناكل في طبق واحد وما انتش تعرف تعمل حب ولا تحس بي غير بالعيلة اللي هي سندك وضهرك وهي اللي بتقول سلطان بقى قال عشان تعرف تحب يبقى لازم تكون عارف ان تعاوز ايه ولازم ما تخافش لان الخوف والحب امرهم ما يجتمع وسوا بعد كده الدكتورانة ده قالت اجمل حاجة في الحب هو احساسك بالحب وانك تدي اللي بتحب كل حاجة من غير حساب الحب مش بالعاشرة ده كلام فؤاد او انك تبقى مع شخص الفترة طويلة تتواصلين الحب الحقيقية بقى من الاختيار قدرتك على انك تختار الشخص المناسب ليك واللي يحسسك واللي يقدر واللي انت بتقدر تعمل كل حاجة علشانه يبقى متأكد ان عاوزك انت مهما كانت عيوبك ومهما كانت غلطاتك ولا قالت مش احنا اللي بنلاقي الحب الحب هو اللي بلاقينا متحاولش تدور عليه استنى بس لما يجي تكون مستعدل وقادر انك تفهم اشاراته علشان تقدر تعيش امير قال الحب الحقيقي ان يبقى بينك وبين اللي بتحبه لغة محدش يفهمها غيرك انت وهو وبتتولد من اول لحظة مش محتاجة لسنين كتير عشان تتولد لو محستهاش من اول مرة اعرف اللي انت فيه ده وهم مش حب بعد كده سلمة بتقول الحب اختيار هو ده اللي انا تعلمته ايه نعم انا غلط ان غلط ان خسرت التجربة لكن اهم حاجة ان نعيش بالطريقة اللي انا بحبها وانك تلاقي فيه التوازن بين العقل والقلب هي دي الحياة وهو ده الحب ومش معنى ان انا خسرت التجربة يبقى انا غلطانة لكن الاهم ان اعيش بالطريقة اللي انا بحبها وفي الاخر لما قالت نفس كلام امير بالزبط الحب انك تت فيه لغة بينك ومن اللي بتحبه محدش يهرفه غيرك انت وهو ودي بتتولد من اول لحظة ولو ما حستهاش يبقى اللي انت عيشه ده وهم مش حب كان نفس كلام امير بالزبط وبتنتهي الحلقة على كلام سميرة بتقول احلى حاجة في الحب حد يشوفك صح ويكون عنده القدرة انه يفهمك ويحبك زي ما انت وتكون معايا تقفى تعمل مستحيل وتكسر كل القيود كل الدنيا كلها واحلى حاجة في الحب كل ما تزيد السنين وتمر تزيد لهفة الحبيبين لبعض احلى ما في الحب الحرية اهم حاجة في الحب انك تختار صح وبتنتهي الحلقة على المشاهد الجميلة دي ومروان امير بيحضل مروان وبتصلحه وبيحضل ابوه وممته وبتلم العيلة وبتنتهي المسلسل على هذا المشاهد الجميل كل الناس بقت بتحب بعض وبقى عيلة واحدة فعلا وبنتهي المسلسل طاقة حب والى اللقاء في مسلسلة اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا اشتركوا في القناة عشان يصلكم كل جديد اشتركوا في القناة